طيب يعني أنا عايزة أبتدي من يعني هذا البرنامج برنامج الأطفال وبعدين تغير المصار أيوة كان على فكرة كان معانا كمان صفاء أبو السعود وبوسي لكن أنا بقى استهوتني وظيفة المخرج كنت بقعد وأبعدتك عن وظيفة كنت مفترض أنك تشتغلها في وزارة الخارج أيوة بص على ذلك أنا دخلت امتحان عاسير بتعقد وزارة الخارجية لشكل وظائف ملحقين بالسلكين الدبلوماسي والقنصري بيعملوا أربح تيام امتحان تحريري في اللغة العربية والإنجليزية والوطن العربي وجمهورية مصر العربية والمساء الأفريقية وبعد اللي بينجح في الامتحان ده بيعمل الامتحان شافوا بيه بيبقى فيه 8 سفرة إلى توسطهم وزير الدولة للشؤون الخارجية والوزارة كانت دكتورة في التحرير فتخيالي كنت أخلص وزارة الخارجية في التحرير وأمشي كان فيه متر ومصر جديد في الحتة اللي هي مبين التلفزيون ومبين الخارجية والتلفزيون وأمشي على رجلية لغيت مبنى باسبيره وأقعد وراء نور الدمرداش الله يرحمه أشوفه بيخرج إزاي فوجدت نفسي مبهورا بوظيفة المخرج وأنا فاكر أن أما خدت القرار بقى أن أستاذنا الكبير فنان الكبير رشوان طفيق ربنا يديله الصحة قابلني على باب مسبيره وقال لي أنت مجنون إزاي تسيب الخارجية يعني اللي أحسن تبقى سفير ولا تبقى باش مخرج يعني مخرج يعني هتبقى يعني هتبقى تدرج اللي قد تبقى باش مخرج فقال لي هو قرار أنا أخدته يعني تركت الوظيفة اللي كانت مفترضة نشتعل فيها في وزارة الخارجية لأنه لأنها أقول لك لحاجة كان من الممكن أن أنا أتندم لو أنا أخرجت مسلسل وفشل أو عدى مجرور كرام وبقيت محلك سر لكن الحمد لله والنجاح من عبد الله سبحانه وتعالى قدرت مسلسلاتي تنجح وخصدت الزهبيات في كل المهرجانات ممتازة اشتغلت مع كبار المخرجين مزبوط كمساعد في البداية طبعا تفتكر إيه في هذه المحاة؟ أنا تعلمت جدا من أستاذ أحمد تنطوي اللي هو في مسلسل رائض المسلسلات التاريخية اشتغلت مع أستاذ أحمد توفيق برضو اللي هو بيخرج برضو تاريخي وديني ثم الأستاذ محمد فاضل وده تعلمت منه كتير في ليلة القبض على الفطنة وعصفور النار واخو البنات وحتى الرايا البيضة وأسماء كبيرة من المخرجين لكن كل دول عملوا لي خبرة كبيرة اه اتأثرت ببعض منهم لكن أصريت أني بقى لي أسلوبي الخاص في الإخراج بما يتميز بقى هذا الأسلوب؟ اللي هو السهل المتنى يعني اللي هو يعني مفيش فازلكة أنا عايز الجمهور يعيش مع الحكاية أنا تميزت أنه هو دكتور يحيب الخراني بيقول علي كده أن أنا بارع في اختيار الكست بتسكين الشخصيات وتميزت أيضا أن أنا كنت زمان بقعد أعمل ديكوباج ديكوباج اللي هو تقطيع الكاميرات وأجي أعملها يعني أعملها في البيت وبعدين أجي أنفذها في الستوديو لأ لقيت أن الإخراج الإبداع بأوليد اللحظة يعني مثلا في الضوء الشارد وأنا بعمل دراي كده وهنا أخذ كذا وكذا وبعدين لقيت موضوع عبدالعليم كان متوتر في مسك العصاية وبيعمل كده الحركة دي لقيتني بقول عايزين ناخد كلوز هنا بينما لو أنا في البيت باكنش أقدر أعمل القطع دي فتميزت أن أنا بخرج على الهوى أي يعني الإبداع وليد اللحظة